كارترون هو الأنسب وهو الأضرب أو هو اللي يقدر ينتشل الزمالك من أزماته الوقت هو الأسوأ في اقرار هو لإيه؟ الأسوأ الأسوأ ليه؟ أولاً كارترون هو أسباب هزيمة الزمالك فين؟ كارترون هو أحد أسباب هزيمة الزمالك ببتوء تأفرك آه الخسارة ببتوء تأفرك بس ليه؟ هو اللي كنت تذكر الأفشى؟ لا لا، هو اللي عمل البلبلة النت الزمالك في الفترة دي كان من ناحية استقرار كان أفضل من ناحية لعيبة، من ناحية تدريبية، من كل النواحي رحيله عمل مشاكل كتير جداً من ناحية لعيبة، من ناحية إدارة، في كل حاجة أي بس دي لعيبة محترفة بتتأثر؟ لا أكيد تتأثر، لا أكيد تتأثر طبعا يعني هما بيأخذوا عشين، محترفة أنا خلاص تعودت على مدارب، وخصوص كمان ساك من كده الأسوأ بقى أن في بعض اللعيبة كمان هاجمته وهو هيعف يتعامل معهم إزاي تاني؟ وأكيد وصله يعني أن فيه لعيبة هاجمته أبس هو على علاقه ببعض اللعيبة الآن دلوقتي ببعض، بس فيه لعيبة كان على خلاف معهم، فهيتعامل معهم إزاي؟ إيه دي القصة، تعاملوا مع ناحية الجمهورية إزاي أصلاً؟ يعني هو اكتسب سقة جمهور نت الزمالك بشكل كبير جداً وكان عمل موسم كويس كان أحلى فترات الكارترون كانت مع نت الزمالك في الفترة قبل ما مش ماشي بس خلاص أنت جيت في وقت تخليت عن نادي الزمالك وعن اللعيبة وعن النادي وعن كل ده فأنا مش عايفة ببصراحة مجلس الإدارة حاول يوفر له كل حاجة ودي الحقيقة حاول يعدل له عقده جابه في فيديو شهير عشان شبهة أنا مش هقولي اتحايل لأن انت مهم جداً استكرار الفرقة مطالب اللي انت كمان لو هو حينجح الفرقة وأنا حاجة على نفس شوية أقعده في الغرف المغلقة كان فيه أكتر من فيديو شهير اللي مجلس إدارة نالة زمالك تمسك بمنتالك كابتن بص فيه نقطة كمان يا كابتن خلي بالك في الفترة اللي فاتت كان معه مجلس إدارة كان بيوفر له كل حاجة هل مايرجع يبقى نفس الظروف هتبقى مهيئة ان انت هتوفر له كل شيء بحيث ان انت هتتعامل مع إدارة جديدة او لجنة مؤقتة او مش في عكورة هل هتوفر له نفس اللي انت كنت موفر له قبل كده فده يقدر يشتغل فيها فهذه النقطة اللي بيكلمك عليها السلام لكن هو مدير فني مدير فني كويس لكن الاختلاف لا جمالي الزمالك بتنسى لان هم مدير عمل شغل كويس بيكس بكس البطولات معناه الزمالك السوبر والسوبر السعودي فعمل شغل كويس السوعة تخلى كابتن فوات هو تخلى في البطولة اللي هام